نحن لدينا القرآن ومسكرة الظلالة محمد صلى الله عليه وسلم لتشغل نفسنا ومتلق نفسنا نفسنا لذلك الآن ما أريد أن نحن في خلال خطبه لتعلم من هذه خطبه هو أن المسكرة الظلالة نفسنا لدي دفعات لكن ما من خطبه هو مجموعة في خلال خطبه أول خطبه خطبه هو قرآن محمد صلى الله عليه وسلم هو الموقع الذي محمد صلى الله عليه وسلم خصوص من جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا كان بحطة الأولى هذا كان بحطة الأولى هذا كان بحطة الأنباع والدفع الثانية هو الحجرة حتى لو كان حدث 10 عام قبل من خلق مدرات المسيحة دوة حيات في حيات محمد صلى الله عليه وسلم تشغل ديننا واحد منهم هو بِعثة واحد منهم هو هجرة بِعثة هو حقيقة هجرة هو محاولة وهذا سيأخذنا إلى المنزل لفهم أن الله سبحانه وتعالى أخذ القرآن لفهم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن على اليوم هجرة أخبرت القرآن محمد صلى الله عليه وسلم أن تتحرك مع الإسلام مع القرآن لا تتحرك يا محمد القرآن تتحرك معه تظهره للعالم في مكة في مكة كان هناك 86 سورة من 114 بسيطة تأخذ القرآن تأخذ القرآن الإسلام ثم الله سبحانه وتعالى قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تتحرك 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 مع القرآن إلى العالم وإذن ذا أحذره وهذا تتحرك تحتاج إلى مكة تحتاج إلى مكة إلى مدينة يوجد أن يكون أخذ المثال تحتاج إلى مكة إلى مدينة التي تدخل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكن الكثير من المستقبل حسنا أنه تحتاج إلى مكة إلى مدينة يا أخوات والأخوات، هذا كان مثال من الهجرة المهمة في الوقت محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نستطيع لفعل الهجرة بلا ما ديننا ستبقى في مكة، مكة، كل شخص مننا لدينا مكة، إذا كنت تبقى ديننا ستبقى في مكة المكة بلا ما ديننا، لنستطيع أن تبقى ديننا، لا يمكنك لا يمكنك أن تبقى ديننا، لا يمكنك أن تبقى انظر أن الهجرة ليس لتبقى من مطلة إلى مطلة ب أو ملعبات أ إلى ملعبات أ كما يكون مقابلنا نحن نحن من ملعباتنا نعم، لكن هذا هو مدد صليح ترم now look what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran الكريم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ونصوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما whosoever leaves home undertaking هجرة but then Allah subhanahu wa ta'ala qualifies that undertaking هجرة مهاجرا إلى الله ورسوله because you don't do هجرة to a medina because now the hadith of Ma'til ibn Yasar is very clear it is number one in al-Bukhari it is number one in al-Bukhari إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجحها فهجرته إلى ما آجره لهم صدق رسول الله صدق رسول الله look at this it's very clear it defines what hijra is all about so this hadith says that verily actions are judged by intentions whosoever will make hijra towards Allah and his messenger meaning towards deen towards the truth towards fulfilling promises towards helping others towards helping the environment towards understanding and living what رسول الله صلى الله عليه وسلم said but now what he said seems more like you know values beautiful things that we say Allah how beautiful this is إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه الروهينجيا تداعنه سائر الجسد بالصهر والحمى وقفنا في مكان ما ورفعنا شعارات وقلنا نحن مع الروهينجيا ولكن ماذا حصد بعد ذلك ماذا حصد إنهم يموتون كما تموت النعاج يموتون هلين كانوا يموتون سائر الجسد